كثير من الشباب الجزائري لا يعلم أنك كنت من القالاء الذين دافعوا على قيادات الجبهة الإسلامية الإنقاف في التسعينات خاصة الشيخ عمد قادر حشاني هل دفاعك عنهم كان نابع من واجب قانوني حقوقي بحث أم أنه تعاطف؟ لكن من دافع حقوقي مهني لماذا؟ لأنه كنت أعتقد بأن الشعب الجزائري اللي صوت في ديسمبر 1991 عبر عن رأيه وبالتالي إلغاء الانتخابات أعتبرت بإنقلاب على الديمقراطية وبأنه ليس من حق مجموعة من الجنرالات في ذلك الوقت أنهم يقررون ماذا يريد الشعب تحت سيطار حماية الجمهورية على هذه إما أن لا نقوم باتخابات عندما وبالتالي أنا دفاعي عنهم هو دفاع عن حق الشعب في الاختيار الحرم